الدكتورة خولة مهدي شاكر الجراح الدكتورة علوم القرآن الكريم والتفسيرة درجة اللقب العلمي أستاذ دكتور لديها أكثر من عشرين بحث منشور كما لديها مؤلفان هما البحث القرآني عند السيد محمد باقر الحكيم قدس سره والثاني هو الاقتباس القرآني في عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر رضي الله عنه فلتتفضل مشكورة بإلقاء بحثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآله محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عنوان بحثي مناهج تفسير القرآن الكريم عند الإمام علي عليه السلام المنهج القرآني والمنهج اللغوي والمنهج الموضوعي أنموذجاً طبعاً هي تعددت المناهج إلا أني في هذا البحث أخذت هذه المناهج أن العلوم القرآن الكريم وهي كل مصطلح يؤشر إلى حقيقة قد انتظم عليها القرآن مباحثها المتخصصة بها وهي مباحث هائلة توافر على دراستها أساطين هذا الفن وعلماء الدراسات القرآنية والمتخصصون بعلوم القرآن الكريم غير أن القرآن الكريم كان له عند أهل بيت النبوة عليهم السلام مكان أكبر ومنزل أسماء فاقت ما لهذا الكتاب العظيم من المكانة والمنزلة عند غيرهم من المسلمين فهذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول في شأن القرآن موجهاً أنظار المسلمين إلى أهمية هذا الكتاب الإلهي المقدس الله الله أيها الناس فيما استحفظكم من الكتاب وقال أيضاً عليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع وغي الناقع والعسم للمستمسك والنجاة للمتعلق لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستعتب لذلك كان أئمة أهل البيت عليهم السلام أول من أصل ونظر وطبق علوم القرآن فالإمام علي عليه السلام هو أول من أشار إلى علوم القرآن متحدثاً عما خلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال وخلف فيكم ما خلفت الأنبياء في أممهم إذ لم يتركوهم هملاً بغير طريق واضح ولا عمل قائم كتاب ربكم مبيناً حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله وناسخه ومنسوخه ورخصه وعزائمه وخاصه وعامه وعبره وأمثاله ومرسله ومحدوده ومحكمه ومتشابهه مفسراً مجمله ومبيناً غوامضه بين مأخوذ ميثاق علمه وموسع على العباد في جهله وبين مثبت في الكتاب فرضه ومعلوم في السنة نسخه وواجب في السنة أخذه ومرخص في الكتاب تركه وبين واجب بوقته وزائل في مستقبله ومباين بين محارمه من كبير أوعد عليه نيرانه وصغير أرصد له غفرانه وبين مقبول في أدنى وموسع في أقصاه واللواية تطول إلا أني أخذت منها ما يخص علوم القرآن عند إمعاننا النظر في هذه العبارات نجد أن فيها تقسيماً عجيباً فريداً لم يسبق إليه من ذي قبل وقد أشار إليه أرباب الصناعة بعد زمان فكان الإمام علي عليه السلام هو الواضع لأسس هذه العلوم والمبتكر لإصطلاحاتها ومن علوم القرآن ما له الأهمية في استنطاق كتاب الله سبحانه وتعالى ألا وهو علم التفسير والتي تعد العلوم الأخرى مقدمات له فالتفسير أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان ويستند شرف أي صناعة إلى شرف موضوعها أو شرف غرضها أو لشدة الحاجة إليه وصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث فموضوعه كلام الله تعالى وغرضه الاعتصام بالعروة الوثقة والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى وأما من جهة شدة الحاجة فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجلي أو آجلي مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى لذلك أكد القرآن على أهمية وضرورة فهم القرآن وتدبره قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولي الألباب وقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وفي هذه الآية توبيخ عظيم على ترك التدبر في القرآن ولأهمية التدبر في القرآن فقد ذكر الإمام علي عليه السلام جابر بن عبد الله الأنصاري ووصفه بالعلم وعندما سأله رجل جعلت في ذاك أتصف جابر بالعلم وأنت أنت فقال إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن آمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون كذلك عنه عليه السلام أنه قال ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه لذلك ارتأيت أن أأخذ هذا الموضوع في بحثي والذي تضمن مقدمة وتمهيد وثلاثة محاور المحور الأول كان تفسير أو المنهج القرآني عند الإمام عليه السلام فلا شك أن أتقن مصدر لتبيين القرآن هو القرآن نفسه يقول السيد الطباطبائي ومثل هذا الكتاب أي القرآن لو احتاج في بيان مقاصده إلى شيء آخر لم تتم به الحجة وأن تبيين القرآن لنفسه عن طريق مقابلة الآية بالآية والنص بالنص ليستدل على هذه بهذه يعرف بمصطلح تفسير القرآن بالقرآن وقد أصل الإمام علي عليه السلام لهذا الإصطلاح ونظر له بقوله ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض أي يفسر بعضه بعضاً ويكشف بعضه عن بعض ويستشهد ببعضه على بعض كالمبين المفسر للمجمل والمقيد المبين للمطلق والمخصص المبين للعام بعضها يكشف القناع عن بعض ويستشهد ببعضها على البعض الآخر أما المحور نأخذ نموذج لتفسير القرآن بالقرآن قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا إثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم فقد احتار القوم في الكلالة سئل أبو بكر عنها فقال أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال ما أغناه عن الرأي في هذا المكان أما علم إن الكلالة هم الأخوة والأخوات من قبل الأب والأم ومن قبل الأب على انفراده ومن قبل الأم أيضا على حدتها قال الله عز وجل وذكر الآية نفسها أي دليل الآية من الآية نفسها كذلك من قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم المحور الثاني هو منهج الاستدلال باللغة عند الإمام علي عليه السلام مما لا شك فيه إن الإمام علي عليه السلام له ريادة في هذا المجال فمما أثر عنه عليه السلام في استدلال لغوي بلاغي في توضيح معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وذلك في احتجاجه عليه السلام على زنديق جاء مستدلا عليه بآي من القرآن متشابهة تحتاج إلى التأويل على أنها تقتضي التناقض والاختلاف فيه وعلى أمثاله في أشياء أخرى حيث قال الزنديق لولا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض لدخلت دينكم فقال له عليه السلام وما هو فبدأ الزنديق يتلو الآيات التي يشك أن فيها تناقض واختلاف حتى قال وأجده أي القرآن يقول الرحمن على العرش استوى فجاء جواب الإمام علي عليه السلام في حديث طويل جدا حتى وصل إلى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال استوى تدبيره وعلى أمره فالاستواء في الآية هو تعبير كنائي أفاد معنى الاستيلاء والسيادة والتمكن وهو تعبير مجازي إذ لم يكن المعنى في الاستواء المادي الذي ذهب إليه بعضهم لأن ذلك مما لا يتناسب مع الذات الإلهية التي لا يحدها مكان أو زمان وبهذا الاستدلال اللغوي خرج المعنى الحقيقي الذي تنزه الله به عن التشبيه والتجسيد والتجسيم أما المحور الثالث والأخير هذا هو المحور الأخير المنهج الموضوعي في تفسير القرآن الكريم وتأصيله عند الإمام علي عليه السلام لما كانت ريادة الإمام علي عليه السلام لهذا النوع من التفسير متسعة الأطراف فسوف يعرض البحث إلى نماذج معدودة فأنا أخذ هنا نموذج واحد وهو تأصيل الإمام علي عليه السلام لموضوع كروية الأرض وخطوط الطول فلقد وطع البحث لآراء أو الآراء في كروية الأرض لمختلف العلماء المتقدمين والمتأخرين في مسألة كروية الأرض فهناك اختلاف بينهم من قال أنها كروية ومن قال أنها من بسطة وذلك لبيان اهتمامهم بهذه الإشارة العلمية في القرآن الكريم وإنما هذا الاهتمام وهذا البيان قد حاز فيه السب أمير المؤمنين عليه السلام قبلهم بمئات السنين وقد أصل موضوعيا لكروية الأرض من خلال رده على مسائل ابن الكوة هو نفسه الزنديق في المسألة الأولى في حديث طويل نقطع منه ما يهم بحثنا وهو قال ابن الكوة يا أمير المؤمنين وجدت كتاب الله ينقض بعضه بعضاً قال الإمام عليه السلام فكلتكم مكيبنا الكوة كتاب الله يصدق بعضه بعضاً ولا ينقض بعضه بعضاً أسأل عما بدى لك قال يا أمير المؤمنين سمعته يقول رب المشارق والمغارب وقال في آية أخرى رب المشرقين ورب المغربين وقال في آية أخرى رب المشرق والمغرب قال الإمام عليه السلام فكلتكم مكيبنا الكوة هذا المشرق وهذا المغرب وأما قوله رب المشرقين ورب المغربين فإن شرق الشتاء على حده ومشرق الصيف على حده أما تعرف ذلك من قرب الشمس وبعدها وأما قوله رب المشرق والمغارب يبا فقط هذه حتى تكتمل المعلومة وأما قوله رب المشرق والمغارب فإن لها 360 برجاً تطلع كل يوم من برج وتغيب في آخر فلا تعود إليه إلا من قابل في ذلك اليوم هذه أهم مباحث أو محاور البحث ونستنتج من ذلك أنه تأصيل علوم القرآن وتأصيل هذه المناهج في تفسير القرآن الكريم قد أصل لها الإمام علي عليه السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد وآله الطيبين شكراً جزيلاً دكتورا